هذا واختتم ملتقى البحرين للحوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني أعماله بدعوات لنشر المحبة والتقارب والتعايش السلمي بين شعوب العالم هذا الملتقى المهم بحضور صفوة من الشخصيات البارزة ناقش عدة محاور مهمة لنشر أسس الحوار والتقارب والعيش السلمي من أجل مصلحة البشرية اجتمع الشرق والغرب في مملكة البحرين مهد السلام لينشر رسالة المحبة والتعايش السلمي انطلاقا من مملكة شهدت عدة حضارات وضمت عدة ديانات منذ القدم وأسست نهجا مميزا للتعايش والتقارب تشهد له الأثار التاريخية والمعمار الحديث ملتقى البحرين للحوار في ختامه أعلن عن مخرجات مهمة للعالم أجمع تربط المسيرة الأخوية الإنسانية وتعزز السلام وتؤكد على أهمية هذه المبادرة القيمة التي تتبناها مملكة البحرين لتجمع العالم تحت قبة التعايش السلمي هذا الملتقى هو أيضا انطلاقة جديدة انطلاقة من المبادئ إلى الترجمة بالأعمال وهذا هو المهم وأستطيع أن أقول أن جلالة الملك والمملكة يترجمون في الأعمال والأفعال هذه الحقيقة هذا ما رأينا وهذا ما سمعنا وهذه المرة الأولى أنا أزور فيها البحرين فشاهدت بعيني وسمعت بإذني ولمست بيدي هذه الحقيقة في هذا الملتقى أكد المدعوون أن إعلان مملكة البحرين وثيقة هامة تشرح أسس العيش على هذه الأرض وتترجم الحياة البحرينية التقليدية التي يجب أن تنشر للعالم أجمع لتكون مرجعا أساسيا له من الشرق والغرب اجتمعنا لنشر رسائل حضرة صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين المعظم الداعية للسلام وهذه الرسائل الإيجابية التي خرجنا منها في هذا الملتقى تفرح العالم ويجب أن ننشرها لبناء أساس قوية للتعايش السلمي حقيقة سمعنا كثير عن جلالة الملك ومبادراته جئنا اليوم لهذه المشاركة وأيضا تصادف مع زيارة قداسة البابا ونحن بحاجة إلى هذه المبادرات من أجل السلام انفتاح حقيقي ترجم خلال هذا الملتقى الذي ضم هذا الجمع المختلف في الديانات المتساوي في الحقوق والواجبات ليمد جسور التقارب في أروع صورها شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين